حساسية اللي موجودة بين الهلال والنصر أو النصر والهلال في مباريات الديربي يعني حساسية كبيرة وواضحة والناس تشوفها سواء بين الجماهير والإعلام وحتى في أرضية الملعب وهذه خلينا نقول من مميزات الديربي لكن تجهيزكم أنتم في نادي النصر نتكلم كيف يكون قبل المباريات وخص الهلال والنصر هلو بشكل مختلف عن المباريات الأخرى؟ بالعكس يمكن أسهل مباراة لواحد يجهز لها هي المباريات الكبيرة لأنك لا تحتاج أن تحفز اللاعب اللاعب يكون متجهز لهذه المباراة لأن هذه المباريات هي اللي تبين اللاعبين ومعدنهم مستواهم الفني وبالعكس تلاقيهم من غير تحفيز جاهزين لها عدا مرة وحدة على ما أذكر اللي هي كانت كاس الأمير فيصل بن فهد 2008 لأن وقتها النصر قاعد يمكن حوالي ست سبع سنين ما تحققت له ولا بطوله فالمشاركة هذه كانت مهمة لنا وكانت أمام الهلال نهائي كاس الأمير فيصل بن فهد وكانت بحضور الرئيس العام ونائب الرئيس العام ووقتها وبسنتها خاصة كانوا قايلين أن بطلها بيسمح لها بالمشاركة خارجيا وكذلك ذيك السنة سمحوا اللعبين الأجانب يشاركون في البطولة فكان لها تجهيز خاص لأننا كنا عاقدي العزم عليها وكنا قادرين عليها لكن مثل ما تعرف لما تبتعل عن البطولات فترة أو كذا تبغى تجهز تجهيز محدد لها ومو بس حنة ترى حتى الأخوان بالهلال حنة تعاقدنا مع الدكتور رشاد فقيها هم تعاقدوا مع أعتقد أحد اسبال صيني أو شيء زي كذا حق القدرات الذاتية بذيك السنة نفسها يعني فحنة كان عندنا يعني جانب المعسكر قبلها بليلتين وكان معنا يعني عمل معنا عمل مبدع وقتها كما فهمت برضو بالأخوان الهلاليين وقتها حتى الأستاذ الصيني أو الدكتور الصيني والله لنا ما عمل معنا أنا ما يعارف والله وشو فعمل معهم عمل مبدع أنا أعتقد هذه الميزة الشيء الوحيد اللي يمكن كان يتميز بالتجهيز من حيث أنك تجيب أو تستجرب أحد حق القدرات ذاتية وحنة الثنين عملنا عليها بذلك الموسم أما قبل الله وبعد أنا أعتقد بالعكس بالعكس تبتعد عن أنك تعطيهم تحفيز زائد بحيث أن المباراة تكون يعني فوق المعتاد وبالتالي اللاعب ما يعطيك الشيء المأمول منه برضو الملعب والحمد لله ودائما ترى مباريات النصر والهلال ترى فيها إبداع اللاعبين وخاصة لما تشارك أو تشرك لاعبين من صغار السن تعطيهم فرصة بحيث أنهم يشاركون تلاقي إبداع عندهم خاصة بهالباريات وتكون يعني السبيل أو الوسيلة اللي يظهر فيها وتستمر نجوبيتها فيما بعد فإنجوائ唱 وا اشتركوا ؟ تم